مشاكل في تدريس مدى الرياضيات كانت وراء قرار إعداد دراسة حول تعليمية الرياضيات في الطور المتوسط وثانوية على مستوى تسعي ولايات نموذجية عبر مختلف مناطق الوطن حيث بيّنت نتائجها الأولية عن وضعية صعبة ومعقدة لدى تلميذ مع مرور السنوات واتضح من خلال هذا التقييم بأن سوء توجيه المتمدرسين بين الطورين هو أحد أهم أسباب ضعف مستواهم يضاف إليه عدم تطبق كفاءات أساتذة المادة ونقص التأطير فيها الرياضيات لدينا مش كافة تدريس الرياضيات لدينا مشاكل يندمده بالرياضيات يفور زود البروبلم ثم فيما بعد رح نحضر برنامج تكوين للأساتذة والهدف دائما تدعيم تعلمات باش الأستاذ يدرس بصفة أحسن الرياضيات بمعنى تعليمية الرياضيات لازم نحسنوها تقرر رسميا تكفل بهذه المشاكل من خلال تسليط الضوء على وضعية تدريس مادة الرياضيات خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية إنشاء ثلاث مدارس عليا في هذا المجال تمول من قطاع التربية ومن نوابغها في مادة الرياضيات لدينا مدارس عليا حلت تفتحت ويجب أن تمويلها حاجة من المؤسسات التربوية لذلك يجب أن تقرر للمؤسسات التربوية إنشاء مخابر تعريضيات على مستوى المتوسطات والثانويات وفي المرحلة الأولى نأخذ عشرة بين المتوسطات والثانويات ثم سنجد كلاب ماتماتيك برنامج وطني بالشركة مع اليونسكو انطلق في مارس 2023 يمتد على ثلاث مراحل يستجب لتطلعات البلاد الخاصة بالتحويل الرقمي في كل القطاعات سيما التربية والتعليم من خلال تنصيب كفاءات رقمية لدى الأساتذة حيث تم تركيز على أربع مواد هي العربية والرياضيات والفيزياء وعلوم الطبيعة إضافة إلى تكوين هؤلاء الأساتذة في كيفية التحكم في الكفاءات الرقمية في انتظار تعميم العملية على باقي المواد ترجمة نانسي قنقر